عدى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية لوعد روس الزبيدي للعاصمة عدن بعد زيارات عمل خارجية لعدد من الدول الشقيقة وتضمنت زيارات الزبيدي المشاركة في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك كما شملت الزيارات كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وأجرى خلالها عددا من اللقاءات مع سفراء وممثلي الدول الرائعة للعملية السياسية في اليمن للدفع بالجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الحرب وإحلال السلام